أعلن رئيس وزراء مولدوفا كيريل جابوريتش استقالته من منصبه بعد أيام من مطالبته المدعي العام ورئيس البنك المركزي لاستقال من منصبيهما لما اعتبره فشلهم في القبض على مختلصين استطاعوا سرقة مليار دولار من ثلاثة بنوك في مولدوفا وكان المدعي العام قد رد بدوري على انتقادات رئيس الوزراء بفتح تحقيق بشأن التزوير جابوريتش لشهادات تخرج مدرسية وجامعية جابوريتش الذي تولى قبل أربعة أشهر وبعد مفاوضات متعثرة رئاسة حكومة أقلية موالية للغرب في البلد السوفيتي السابق السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أعرب عن أمله في أن تؤدي استقالته إلى تشكيل حكومة أغلبية جديدة